البعض بالإمكان أن يقول أنه على مستوى القاموس منذ رقصة إرفانية إلى القصائد والأحداث الأخيرة وفي حالة من الثبات داخل القاموس الشعري لجاسم هذا صحيح؟ أنا أعتقد أن الشعر دائماً دائماً في بداية والشاعر دائماً مبتدئ ما دامت هذه البداية تعني البكارة نحن مع كل قصيدة نريد أن نصنع بكارة جديدة لذلك نعيش بداية جديدة مع كل قصيدة نحن نريد أن نصنع بكارة جديدة لذلك نحن نصنع بداية جديدة مسألة التكرار الثبات القاموس القاموس واحد حتى خلنا نقول عندما نتحدث عن الثبات نعني التكرار لأن الكتابة مستمرة لم تتوقف وبما أنها ثابتة إذن هناك تكرار